عندك القوة حتى الاقتصادية ما كنت أبدا أن أنت ممكن تتقدم بهذا الشكل من المساعدات للإخوة الفلسطينيين فطبعا المشهد مشهد دخول بقى مواد الجنة والآلات والأوناش والأطفال وهي طالع عليها وبتتصور ترفع علامة النصر وأعلام مصر وفلسطين مشهد أثلج السدور والله الحقيقة ما ده بيقول قد ايه مصر في سبع سنين قدر التحقق اللي كان محتاج سبعين سنة على الأقل عشان يتحقق قد ايه مصر لما نجحت في الإصلاح الاتصادي في جوه بقى عندها اقتصاد وقف على رجله وبقى عندها رؤية لأنه الأمن المصري أو الأمن القوم المصري مش بس جوه حدودك لكنه كمان بيؤثر ويتأثر بما هو خارج حدودك وبالأمن القوم العربي تحديدا ده اللي حصل في ملف ليبيا الخط الأحمر اللي أعلن عنه الرئيس السيسي كان هو مفتاح الحل اللي وصلنا دلوقتي لقيادة موجودة والانتخابات بيترقب العالم كله تجري في نهاية العام وتسمح بمشاركة كل أهل ليبيا في الحكم لتنتهي الأزمة سياسيا وسلميا بعيدا عن الحروب والتطاحن ده اللي حصل في ملف غزلة أن مصر منذ لحظة العدوان الإسرائيلي حتى نهاية هذا العدوان كانت مصر هي الفاعل الرئيسي الذي تدخل ليقاف هذا العدوان أولا ثم لتوحيد الفصائل الفلسطينية اللي مستنينهم لسبوع الجاي يصل القاهرة لأن توحيد الفصائل الفلسطينية هو نقطة الحل الحقيقي إذا أردنا الحديث عن مفاوضات سلام يجب أن تنطلق وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في دولته وعلى حدود سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية لا يمكن الحديث عن حل كهذا إلا بعد توحيد الجابهة الداخلية في فلسطين ومصر بتقود جهد مضن الحياة وشاق ومستمر نأمل أنه يكلل بالنجاح وأن الرشقاء في فلسطين يبقى عندهم هذا الوعي ويبقى عندهم هذا التفاهم أنه لا يمكن الحديث عن حقوقهم ولا يمكن ضمان عدم تكرار العدوان إلا في حالة التوحد والحديث بصوت رجل واحد دفاع عن حقوقهم ثم كمان الجزء المهم مصر بتقود عملية الإعمار إحنا شفنا من اللحظة الأولى مصر فتحت حدودها استقبلت المصابين بتعليجهم المساعدات لم تتوقف حتى الآن عن الوصول إلى أشقاءنا في غزة ثم كان مشهد المفرح الحياة والمعدات المصرية والمهندسين والعمال من مصر داخلين غزة علشان يزيلوا أثار العدوان تمهيدا لعملية إتعادة الإعمار وشفنا الأهالينا في غزة ليه كانوا مبسوطين حتى الأطفال في مدينة كمان مصرية سكنية مدينة سكنية مصرية جديدة ستحمل اسم مصر يعني الحقيقة مشهد مفرح يعني لو تكلمنا عن الإشعاعات اللي طلعت وقت الإعلان عن صفقة القرن وإنه سيتم إنشاء مدر لغزة في سيناء المصرية وإحنا بنشوف دلوقتي إن ده مجرد أكاذيب كانت من ضمن سلسلة أكاذيب طويلة وإشعاعات طويلة هي ناس مسلمت مغها صحيح طول سبع سنين مصر وجهتها لكنها انتصلت عليها بالحقاية على الأرض يعني هذه الإشاعة الرد الحقيقي عليها والعملي زي ما أنت قلت وإحنا بنشوف مدينة مصر سيتم إنشاءها في غزة وإحنا بنشوف ترحاب أهل غزة وكل الفصائل الفلسطينية بالوجود المصري وبالجهد المصري الكبير لمساعدتهم ولعادة الإعمار ولتوحيد الفصائل ولإطلاق عملية سياسية حقيقية تنتهي بسلام عادل وشامل مصر كمان بتكمل نفس الدور مع كل الأشقاء مش بس في غزة ومش بس في ليبيا وأعتقد إنه الدور المصري بقى مطلوب وبقى محمود وبقى مشكور أنت كمان بتويد أعمار العراء بشكل كبير التعاون الكبير بين هذا السلاسي مصر والأردن والعراق الحقيقة كانت انطلاقة جديدة لعلاقات قوية بتساعد في عادة الإعمار لأنه في النهاية اعتقدت في السبع سنين دي كانت الرسالة وضحت ووصلت لكل الأشقاء سواء في أفريقيا أو في الدول العربية أن مصر دولة تمارس السياسة بالشرف في زمن عزة فيه الشرف الحقيقة أيضا في سنة والإسألت شكرا